يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة سعيد جدا ان انا مع حضراتكم في اول ساعة في عام 2024 عام يا رب سعيد عليكم جميعا عام يا رب تكونوا فيه في احسن صحة واحسن حال عام يا رب تكون فيه بلدنا دايما دايما في احسن الاحوال ودايما فرحنين وسعاداء بيها واحنا عايشين فيها بلدنا العظيمة مصر دايما بقول لي زميلي لأصدقائي اللي هقولوا دلوقتي الحمد لله نعمة كبيرة جدا من ربنا ان احنا وقفين على رجلينا نعمة كبيرة جدا ان حراك قاعد دلوقتي وسامع نعمة كبيرة ان حراك قاعد دلوقتي وشايف نعمة كبيرة ان حراك دلوقتي قاعد وسط أسرتك وأهلك عد النعم اللي عندك هتلاقيهم كتير جدا واشكر ربك على عام مضى عام كان عظيم وسعيد مدام انت دلوقتي وانت بتتفرج علي في احسن صحة واحسن حال انت وكل احبابك ما بحبش دايما الجملة اللي هي بتاعت اصله كان سنة صعبة جدا اصل سنة كان مش عارف فيها ايه اصل سنة كان الامور فيها مش عارف لا كل السنين حلوة مدام ما زلنا نحية الحمد لله بكل الخير وكل الصحة وكل السعادة باللي حوالينا بأصدقائنا بأهلينا ببلدنا فاحنا في عام كان سعيد وان شاء الله العام اللي جاي او اللي بدأ ده عام 2024 يكون اسعد وان شاء الله كل واحد نفسه في حاجة يحققها بإذن الله على مستوى الرياضة وعلى مستوى كرة القدم المصرية نقدر نقول ان 2023 كانت سنة سعيدة على الرياضة المصرية وعلى كرة القدم مش بنقول كده عشان احنا متفائلين والدنيا جميلة لا فيه انجازات عديدة تعرف منها طبعا اللي على مستوى كرة القدم يعني ايه منتخب مصر الاول بيوصل كاس الوامل الافريقية منتخب اولمبي بيوصل اولمبيات منتخب اول قرب جدا يصعد لكاس العالم في تصفيات نجحة جدا في تصفيات كاس العالم حتى الان النادي الاهلي حدث ولا حرج هذه المؤسسة المصرية العظيمة وكل الانجازات المحلية والدولية نادي الزمالك عهد جديد وتموحات جديدة مع مجلس ادارة جديد وان شاء الله الامور تبقى افضل ما كانش اعظم شيء العام الماضي على نادي الزمالك ولكن اللي كان عظيم لنادي الزمالك العام الماضي انه بدأ ياخد خطوات رائعة جدا في التطور عظيم ممكن يعيشوا نادي الزمالك في الفترة اللي جاء لكن كلمة تحديدة على الاهلي والزمالك لانهم اكبر ناديين في مصر على مستوى الالعاب الفردية فعادة عادة مصر عندها نجاحات كثيرة في بطولات عالم وبطولات اولمبية دائما وابدا ماشيين بشكل كويس على مستوى تنظيم الاحداث الرياضية فحدث ولا حرج مفيش دولة في قارة افريقيا تنظم كل هذه الاحداث الرياضية زي اللي بتعملها دائما وابدا بلدنا مصر كل الاحداث الرياضية الممكنة في كل الالعاب مصر دائما فتحة درعاتها وبتقول يلا تعالوا هنا احنا اللي هنستضيف احنا اللي هننظم ودائما وابدا نجاح باهر على مستوى التنظيم وانا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله دلوقتي تاني منذ سنوات مضت كنا بنزعل اول نقول يا جماعة ما ينفعش مصر لما تنظم بطولة ما تطلعش شكلها حلو ما ينفعش مصر لما تيتنظم بطولة العالم كله مايتكلمش عنها حتى لو هتلعب اي لعبة اي لعبة حتى لو مش جماهدية لازم تطلع باحسن صورة واحسن شكل احنا دلوقتي تعال ننظم بطولة جنباز هتلاقي بطولة عالمية تعال ننظم بطولة كرة يد بطولة عالمية والعالم كله يتكلم عليها باسكت كاراتي تايكوندو جاريش أي حاجة عالمية أفريقية محلية هتلاقينا بنظامها بشكل مثالي أنا في رأيي ده واحد من أبرز النجاحات اللي كانت موجودة العام الماضي والعام اللي قبله والعام اللي قبله إحنا عندنا تطور مزهل في موضوع تنظيم الأحداث الرياضية والمناسبات والبطلات في مختلف الألعاب تطور مزهل لدرجة دون مبلغة والله أحياناً نتفوق على تنظيم بطلات بتتعامل في أماكن ودول متطورة جداً وعندها إمكانيات كبيرة جداً إحنا بنتفوق عليهم فيها إحنا بينا نهتم بده عشان تصور البلدنا كنا زي ما هم يقول إيه أجماعة دي تصور البلدنا أجماعة ما تقلبهاش كده وتخليها أي حاجة دي تصور البلدك الناس فهمت كويس فيه ناس دلوقتي بتراعي الكلام ده كويس جداً إن نتطلع صورة بلدنا مصر في أحسن شكل ممكن قدام العالم كله طيب ألفين أربعة وعشرين مستنيين كتير مستنيين كتير قبل مروح لألفين أربعة وعشرين آنأسف الله كانش ينفع أهب في 2023 ومذكرش أهم واحد في الرياضة المصريحة في 2023 و22 و21 و20 و19 و18 و17 و16 و15 ومن الزمان أوش يا جماعة إحنا عندنا كنز اسمه محمد صلاح كنز كنز إن الواحد بيعد الأيام ويقول يا رب ما تخلص ما تخلص في كرة القدم يعني محمد صلاح بيتقدم به العمر بطبيعة الحال واللي جاي أقل أكيد من اللي فات في كرة القدم بس الراجل ما شاء الله كل عام أحسن من اللي قبله كل ما بتطلع تقول محمد صلاح كده خلاص ده آخر سنة هيقدم فيها مستوى رائع وهيحصلوا ضعف بدني أو مشاكل بدنية في الموسم اللي بعد كده تليه أحسن من الموسم اللي قبله 2023 لوحدها عدد الأرقام القياسية الكبيرة اللي قسرها محمد صلاح مرعبة ومشتبعية وبإيه بيكسرها فيين ده بيكسرها في الدولة الإنجليزية أهم دوري في العالم مع فرقته هو مخلص 2023 ومتصدر الدولة الإنجليزية مع المنتخب واصل نهاية كاس الأمم واصل لنهاية تصفات كاس العالم صحيحا ربنا ما وفقناش في الآخر بس بيوصل للنقطة الأخيرة هو الهدف دايماً لمنتخب بقى مصر على مستوى في اليد هو دايماً الهدف ودايماً هو اللي بينافس الهدفين في الدولة الإنجليزية ودايماً هو اللي بياخد لقب هدف الدولة الإنجليزية بعيد طبعاً لما دخله هلان دي السنة اللي فاتت فهلان بيأكل لغضر واليابس ولهم كده هو عمالي يزق فيه السنة دي على مستوى التنافس صلاح كنز مصري نفخر ونتشرف بيه شفت اللي كنت لسه من اللحظات بقولك إيه بقولك على مستوى الأحداث الرياضية اللي بننظمها دلوقتي في مصر في مختلف الألعاب احنا نعطي صورة عظيمة لبلدنا على مستوى العالم تمام لوحده بقى محمد صلاح بيعمل له احنا بننظم ونتعب وبنكتهد وبنشتغل كلنا ايد في ايد عشان نطلع بلدنا شكلها عظيم بتنظيم رائع للبطلات هو لوحده بيعمل ده هو مؤسسة لوحده كل جول بيسجله محمد صلاح كل اهتاف لمحمد صلاح بيحصل في المدرجات من الجماهير وبتذكر معاها اسم بلدنا مصر دي رسالة عظيمة جداً عن بلدنا بيقدمها طول الوقت محمد صلاح بيشرف بلده بيخلي دايماً راسنا مرفوعة دي الحكاية اللي لازم نتكلمها دايماً عن محمد صلاح ما تقعدوش تفرعها يا جماعة اللي بيقعد يفرع في كسس وحكايات لا محمد صلاح نفضل احنا حتى لو مزعلنا منه في اي وقت نزعل عادي زي اي لعب او اي شخص في الكون نزعل منه بس نفضل طول الوقت شايفين محمد صلاح ده الايكونة اللي احنا نفخر بها قدام العالم كله هو فعلاً بيشرفنا كمان قدام العالم كله النهاردة نوجيين نفتح مع حضراتكم عام 2023 وهنحاول نبقى ايجابيين الى حد كبير نبص على اللي حصل ايجابي نبص على الحاجات الكويسة بطبع انا شخص متفائل يعني دايماً لما بيخلص عام وبيجي عام جديد بقول ايه اكيد العام اللي جاي ده هيبقى احلى فانا شايف انه اللي جاي هيبقى احلى كمان بس مهم دايماً ديبقى عارفين ان احنا عملنا حاجات كويسة في 2023 مش نمسك في الحاجات اللي ما كيتش كويسة وكده كده في الرياضة في اي لعبة في كرة القدم الرياضة الجملة الشهيرة اللي حوالك عارفها مكسب وخصارة فاحنا مش هننفع نكسب طول الوقت مش هننفع نكسب طول الوقت مفيش فيش دولة في العالم بتكسب طول الوقت في اي لعبة فكون ان احنا بيتمر علينا اللحظات صعبة ده عادي بس الاحلى ان احنا اللحظاتنا الحلوة في 2023 كانت اكتر الامنية انها هتبقى في 2024 اكتر واكتر المهم ان احنا نبقى متفائلين بنشتغل وبنتعب وبنكتهد بصراحة مش في الرياضة بس في كل مجالات حياتنا ساعتها بجد هنبدأ نقول ان احنا بلدنا تستحق مننا ده واكتر طول الوقت طول الوقت افرح بالناس اللي بتشتغل في بلدك افرح بابطالك اللي في بلدك افرح ببلدك بشكل عام وافخر انك دايما دايما في اي حتة في الدنيا بتقول انا مصري ولما بتقول انا مصري يعني انت التاريخ وانت الحاضر